السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحلقة جديدة ومتجددة معكم وبكم وبرنامج وقفات مشاهدينا الكرام في البداية اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا وضيفكم الشيخ دكتور مشاعر عيادة العنزي الإمام الخطيب وزارة لغافة الإسلامية الساعة المباركة يا دكتور وحياك الله الله حياك وساعتك أمرك مع هذه البدايات نأتي بعناوين قد اخترناها لكل وقفة من الوقفات والعنوان القادم هو امتداد لحلقة ماضية كان السؤال الحديث عن الجنة ومن ثم تحدثنا عن ماذا نتزود من هذه الدنيا للجنة ولم نصف الجنة ونعود مجددا نقول يا دكتور ما الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله واصحابه الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بأوصاف كثيرة ورغب المتقين بالتشوق إليها وتطلع فيها لما فيها من الخير والنعيم المقيم الجنة لما يقف الناس ويستأذنون بالدخول فيها لا يمكن أن تفتح إلا بمفتاح ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة السلام يطرق عليه الصلاة السلام من الجنة بابها بعد أن انتهى الناس من العبور من الجسر والصراط وبعد أن مروا بعرصات يوم القيامة فنجى من نجى ومخدوش ومكدوش في النار والعياذ بالله ثم يصطف النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من أمته عند باب الجنة الجنة يطرق بابها محمد عليه الصلاة السلام فيقول خازنها من؟ فيقول محمد قال بك أمرت أن لا أفتح لأحد إنا بك فيستأذن فيؤذن فيدخلون الناس طبعا الجنة رائحتها تشم من قبل وصولها بأربعين سنة تشم رائحة الجنة أنت تخيل أبو دخيل تأتي مكان وقبل أن تدخل ذلك مكان تشم رائحة زينا رائحة جميلة رائحة الورود والأزهار والزعفران والعبق الجميل فهؤلاء يشمون رائحتها قبل أربعين سنة يعني قبل وصول من الجنة فلما يأتون عندها باب من أبواب لأنها هي ثمانية أبواب ثمانية أبواب بين كل باب وباب كما بين مكة وهجر ما بين مصرعين الباب كما بكة وهجر يعني كاننا بعد اليمن إلى مكة هذا الباب الواحد فقط وهي ثمانية أبواب وهذه الأبواب تفتح بمفتاحها ومحمد صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل الجنة يرون الحشيش الذي فيها حشيش والزعفران الحشيش الذي تراه مصفر بمحمر وهو الزعفران ووطءك للقدم على التراب مسكه وإنما أحجارها اللؤلو والمرجان والخدم غلمان مخلدون فيها والآنية من ذهب وفضة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها الحور العسام الحور الله عز وجل لما جاء في وصفهم قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء كأنهن اليقوت والمرجان قال في آية أخرى حور مقصورات فلخية فبأي أهلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أطلت علينا الحور خرجت رأي حدع كما بين السماء والأرض وقال الله صلى الله عليه وسلم لنصيفها خير من الدنيا وفيها وإذا آذت الزوجة زوجها قالت لها الحور قاتل كله لا تؤذينه فإنه عوال عندك لا تؤذينه وهذه الحور النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خيام في الجنة مجوفة يرى ظاهره من باطنها وباطنه من ظاهرها وهذه الخيام ارتفاع السقف فيها ودخل الناس اليوم محبون ارتفاعات في البنيان ستون مينة في السماء وفي كل زاوية في هذه الخيمة أهلون لا يراهم غيرهم هني أهلوا هني أهلوا هني لها طيب الزوجة أين وضعها ما تقر ما تقولك لا تتزوج عليه ولا تكلم أحد ما في غيرة الله ينزع تلك الغيرة من صدرها ويوجد من الحور لكل شخص أقل شيء اثنين وتزيد الحور بحسب أعمالك الصالح طيب قد تشاهدني أحدى الأخوات الفاضلات وحريمنا يقول الزوجة أين مكان هنا أنت ضربت هذا المثال نعم أن الحور يعاتبنا الزوجة متى يعاتبنا في الدنيا ولا الدنيا حاليا حاليا إذا الله عز وجل كتب له والله أعلم هي كذلك هذا النفس واضح وصريح نعم صحيح طيب المرأة الصالحة التي طلقة من طلقاتها تعد جهاد في سبيل الله رحمة الله عز وجل بالقوارير هن من يلدنا الرجال وهن من يرضعنا الرجال وهن من يربينا الرجال أين هم في ما هي مكفأتهم في هذه الجنة والله أنا أشوفك يا أبو ذخي ما شاء الله ما يلا لجهة النزاك الله خير أنا أحد المستمعين والمجاهدين قالي فأنا قلته أكيد والله لا أستغني أحسن كلام جميل وأذكر شريط قديم اسمه غارة الحور يعني الحور غارة غارة ممن من حور الدنيا أي نساء الدنيا فالمرأة الصالحة هي مع زوجها يوم القيامة والذين آمنوا الله عز وجل يقول الحق واتبعتم الحقنا بهم ذريته الله سبحانه وتعالى يلحق الزوجات الصالحات من أهل الدنيا إلى أزواجهم في الجنة وتكون هذه الزوجة سيدة على نساء الحرعي فالله عز وجل يكافئ المرأة أن تعود لزوجها في الجنة طبعا تتغير ربما تقول مرأة لا أريد زوجي نقول تتغير الصفات ليس صفاته في الدنيا وتتغير صفات الزوجة ليس صفاتها في الدنيا فتكون أجمل وأحسن وأفضل وكلما جاء يوم الجمعة أو السبت يذهبون إلى السوق فتأتيهم ريح يعني شمال من الجنة فيقولون الزوجات لأزواجهم قد ازددتم بعدنا حسن وجمال وكذلك الأزواج يقولون لزوجاتهم ازددتم بعدنا حسن وجمال فالله عز وجل يكافئ مرأة صالحة أن لها من الجنة طبعا الله عز وجل شوق الرجال في الجنة من الحرعي لكن لم يشوق النساء قالوا هذا مما يستحي من في حق المرأة لذلك لم يذكر الله عز وجل الحور للنساء فكل مرة تلحق بزوجها ومن لم تتزوج تتزوج بالجنة تتزوج من من أراد زوجة أخرى تتزوج الأموات التي توفوا ولم يتزوجوا أو تطلقوا طيب دكتور هذه الأمور النصوص التي تثبتها واضحة وصريحة نعم حتى لا يأتي من بنفسه شيء أو تأوين نقول الرد واضح وصريح نعم لا موجودة وإنما الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحور لم يذكره على سبيل أنها يعني التفضيل أفضل من المرأة واقتصارا للزوجة لا نقول هذا الباب التشويق وإلا المرأة الصالحة تكون سيدة على تلك النساء الجنة بنص صريح واضح طيب مع هذه الجنة وهذا الوصف يعني قبل دخولها ب40 سنة تشتم هذه الرائحة وهذا الحشيش الزعفران والحجارة لؤلؤ ومرجان وخيام ومنزل تفوق قدرة البشر على التصور بنص القرآن الكريم نعم صحيح هي كذلك نعم صحيح أيضا ما فيها فيها لبنة من ذهب ولبنة من فضة في البيوت والأسوار فيها بيوت وأسوار غير الخيام مثلا غير الخيام سبحان الله من صلى من صلى ثنتي عشر ركعة تطوع من الله له بيتا في الجنة أو قصر في الجنة فهذه قصور في الجنة فيها أنهار قال الله عز وجل مثل الذي منعض مثل الذين آمنوا الصالحات مثل المتقين لهم أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لدت الشاربين وأنهار من آسف مثل الجنة التي وعج المتقون لهم فيها أنهار الله ذكر أربع أنهار ماء غير آسن أي لم يتغير طعمه بطول المكث الماء إن طال الماء في وجود آنية أو في البحر أو في قدير من طول المكث يتغير طعمه صحيح الله أبو ذخي الجنة لا لم يتغير طعمه غير آسن دكتور الشاي يذكره برنامجنا من أحداثها أن ننقل من مجتمعنا بستشهد بموضوع تأكيداً لدينا لكل زمان ومكان يعني أحد الأصدقاء طبيب مسالك بولية فيقول حذر البورد أو شيء دراسات العليا في أحد الجامعات الألمانية فيدرس البروفيسور غير مسلم من أحد الدينات الأخرى إنجازة له التعبير فيقول أنا كنت واقف عند الممر وبدأ معي بطل ما يصحها فقاعد أشرب هذا البروفيسور غير مسلم جاني هو غضبان ويدري قال أنت مسلم؟ قال نعم قال ليش ما تطبغ كلام نبيكم محمد أن لا تشربون من مكان ذاكي من فهم إيه مكان ذاكي أنه ما يكون جاري عشان ما يصير آسل سبحان الله هذا العلم دلالها ولكن مستمع استشهاد هذه الأنهار الغير الآسنة في الجنة حسن ذكرها هو بالعالمين النهر الثاني نهر من لبن لم يتغير طعم لأن اللبن إذا طال تغير طعمه يحمض وصبح لا يستساق عصلا أما هذا اللبن ليس من ضعي شاتن ولا غيرها وإنما أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خبر لذة للشاربين الله عزيز يقول في الخمر لا فيها إثم ولا نعم ليس كخمر الدنيا ليس كخمر الدنيا نعم لا لغم فيها ولا تأثيم يعني لا يلغو إنسان ولا فيها إثم وهذا الخمر لذة ليس كخمر الدنيا يعني ما يلغو صاحبه ولا يأثم بشربه وإنما هو نهر تشرب منه لذة للشاربين العسل الرابع العسل مصفة لأن عسل الدنيا لا يمكن أن يصفة مهما صفي لا يمكن أن يكون صاف سبحان الله أما الآخرة فعسل مصفة صاف بإذن الله عز وجل لا يكون فيه شواعر طيب وهذا النهار لكل شخص في بيتي يعني اللهم رزقنا إياها يا رب ومن يشاهدنا ومن يؤمن علينا بإذن الله اللهم أمين يا رب العالمين هذه الأنهار أيضا هناك آيات قرآنية يعني لا توجد لها أخدان أحسن صحيح نوضحها ناس بتسمع من صاحب الاختصاص دكتور الله أحبك صحيح ليس الأخدان نعم صحيح لأنه نهر يجري فهذا النهر حتى لا يقف ولا ينقطع ولا يحصر ولا يصددن بشيء ويكون جاري ولا يكون جاري لا يصددن بشيء وينتهي بشيء إنما هو جاري على مد البصر سبحانه فالإنسان يستمت به من الأكواب التي تكون من فضة ومن ذهب هذه الآنية الآنية لأنها كانت محرمة في الدنيا طيب في الختام خرجت لنا إذانا بالرحيل دقائق الأخيرة نختمها بدعاء أن يرزقنا الله عز وجل وإياك والمشاهدين الكرام هذا المكان برحمته وليس بعماله اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل أصلا الله عز وجل جعل الجنة دار المتقين دارنا وأنا جعله إياكم ممن ورثها بالعمل الصالح والإمام لله تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين شكرا جزيلا دكتور في ميزان حسناتك بإذن الله شكرا الله خيرا الشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعين إنما كنتم دمتم في حفظ الله ورعايته رعايته فام الله شكرا